ونيابة العنسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي استقبل سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وفد الفريق الملكي المشارك في بطولة العالم للقدرة للناشئين والذي حقق لقبها بفضل حصول الفارس فهد الخاطر على المركز الأول في الفردي وتحقيق الفريق المركز الأول على مستوى الفرق وذلك بحضور عدد من المسؤولين في وزارة شؤون الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية والاتحادات الرياضية والأندية الوطنية